بعد ثلاثة أيام من قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان إعفاء رئيس الحكومة منصبه ومزالت هذه التحركات حتى هذه اللحظة مستمرة إلى أي مدى في البداية يبدو أن الرئيس التونسي ممسك بزمام الأمور في تونس حتى الآن شكرا في البداية أشكركم على هذه الظيافة الكريمة والاستضافة الكريمة كما أشكر السادة المشاهدين في قناة الغد الفضائية جوابا عن سؤالك أود في البداية أن أشير إلى أن الساحة السياسية التونسية قد شهدت منذ قيام الثورة وتحديدا من سنة 2011 بدأت تشهد حراكا سياسيا كبيرا وفي هذا المسار شهدت نوعا من وضع اليد على العديد من مفاصل الدولة وشهدت تعينات بشكل فيه كثير من المغالات من طرف الأحزاب التي توالت على الحكم خلال هذه الفترة وأخص بالذكر حركة الناضة إن هذا التغلغل في مفاصل الدولة بطبيعة الحال جعل كل المرافق تشل وخاصة المرافق الكبرى الهامة مثل مرفق القضاء ومرفق الأمن وغير ذلك من المرافق لذلك كان لزاما على سيادة الرئيس وهو ينطلق في هذا المشروع أن يبدأ بتنظيف الساحة لأنه لا يمكن أن ننشئ إذن إنجازا معينا وبناء خاصة ورئيس الجمهورية يعد التونسيين من خلال هذه الإجراءات بإعطاء انطلاق جديد لتونس وبإعطاء وضع جديد لتونس وبإعطاء مشهد سياسي جديد لتونس ينعم فيه التونسيون بخيرات بلادهم لا يمكن لرئيس الجمهورية أن ينشئ هذا التغيير وهذا الاتلاق لا يمكن أن ينجزها بمن كانوا سببا في هذا الإفلاس بمن كانوا سببا في هذه الأزمة لذلك كان لزاما عليه أن ينطلق في هذا العمل الذي هو إعفاء كل من رئيس الحكومة ومن لف لفه من أعضائه حكومته خاصة وزيرة العدل بالنيابة ووزير الدفاع